قامت لجنة إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية التابعة لوزارة الداخلية ولجنة من البلدية بإغلاق مركز وذكر وذلك تنفيذا لحكم صادر من محكمة الجنايات وكان حكما قد صدر في الرابع والعشرين من ديسمبر العام الماضي يقضي بإغلاق المركز كما صدر حكم بسجن مالكه فؤاد الرفاعي خمس سنوات على خلفية التهمة الموجهة إليه بمخالفة الوحلة الوطنية وإثارة الفتنة